تحية لك زميل عزيز كريم خطاب لكابتن حسام البدري هل شاف إن ده التوقيت المناسب والأمثل لتولي المهمة ولا كان يجيت متأخر شوية طبعا في البداية أنا سعيد أن أكون معاك وفي نفس الوقت أقول يمكن أكيد أي مدرب بيتمنى قيادة المهمة الفنية لمنتخب بلده وبالذات بعد ما بيكون يعني فترة طويلة في مجال التدريب وفي نفس الوقت مر محطات كثيرة جدا فبالفعل أنا وضحت وقلت في المؤتمر أنه كان حلم من أحلامي أو هدف من أهدافي تولي المسؤولية الفنية بالنسبة للمنتخب الوطني لكن أكيد الوقت ده بيبقى بتاع ربنا يعني يعني ربنا اللي بيقدر طبعا كل شيء فأكيد يمكن التوقيت هو اللي ربنا قدره في نفس الوقت يعني أنا بقول أنا جيت في وقت مقدر أتمنى إن شاء الله أن أنا أكون موفق فيه أتمنى أنا إن شاء الله واللعبين والجهاز اللي معايا أن أكون موفقين حق أحلام الشعب المصري وأنا عارف يعني إيه كرة بالنسبة للشعب المصري ودايما بقول الكرة مهمة زي الهوى نفسه يعني كرة بالنسبة لنا مهمة جدا وعارف إن فيه أحلام عند الشعب المصري إن شاء الله بإذن الله هتمنى إن أنا أحققها بإذن الله أنا وكل الموجودين وكل المنظومة الموجودة وإن شاء الله يعني هنبذل أكثر جهد إن شاء الله إن نحن نحق أحلام الشعب المصري إن شاء الله هل كان عند كابتن حسين البدري بعض القلق من تولي المهمة في هذه الفترة خاصة إن يمكن شعب المصري المتعطش للكرة وزي ما حالك قلت إن هي هواء بالنسبة للشعب المصري هل كان فيه ألق شوية فيه أتول مهمة في التوقيت الحالي؟ هي في الواقع يعني مهمة المنتخب الوطني أكيد مسؤولية كبيرة جدا وفي نفس الوقت ما تدرش أنت كمدرب تحقق التوقيت والزمن اللي تتولى فيه لأنها مختلفة شوية الأندية يمكن أن الأندية بيتعرض عليك يعني أنا قبل المنتخب تعرض عليها فرقة يعني أكتر من فرقة داخل مصر وخارج مصر يمكن جالي أربع عروض يعني فيه عرضين كانوا موجودين من داخل مصر وفيه عرضين من خارج مصر وكت بتاء أنا وفي نفس الوقت بدرس عوامل النجاح اللي موجودة في كل العروض اللي اتقدمت لي ويمكن كان عندي إحساس برضو شوية بحيطة منتخب مصر يعني خليني أتكلم منتظ صراحة طبعا كنت عارف إن فيه تغييرات حتبقى في المنتخب وكنت عارف إن يعني من المفروض إن إسمي يبقى موجود دين الترشيحات فكل دي كانت معايير موجودة عندي فأنت يعني بتدرس للأسباب وبتاخذ بالأسباب وربنا اللي بيقدر لك بعد كده لكن أكيد هي المهمة السهلة المهمة السهلة وفي نفس الوقت يعني أنا توليت المسؤولية فمش هقدر أتكلم على كل المشاكل اللي موجودة المشاكل اللي موجودة هتعامل معاها لكن أكيد في صعوبات كبيرة جدا موجودة إن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرني أنا واللي موجودين بإذن الله نتعامل مع الصعوبات ربنا يقدرنا كمان ويكتب لنا التوفيق لأن التوفيق مهم جدا فكل دفع حساباتنا وإحنا يعني كررنا وتوكلنا على الله ونتمنى أن احنا نكون موفقين بإذن الله أنا زي ما بقول يعني من خلال مشواري مع كورة نقول الفرقة بيحتاجة حاجات كتير جدا وإذا كلمنا على أحمد فاتحي من ناحية الفنية فهو لعب مميز أحمد فاتحي قادر على العطاء لغاية دلوقتي قادر بشكل جيد جدا بجانب العطاء فيه أشياء كثيرة جدا بقولك يمكن مش كل حاجة هتتقبل التفصيل لكن فيه بعض اللاعبين وجودهم بيبقى إجابي بشكل كبير جدا لو فيه ارتياح للقايمة فأنا سعيد بالكلام ده لكن بستغرب البعض الآخر يعني أرجو من بعض فيه الناس يعني ساعات بشوف في برامج تطلع الناس تقولك زي أحمد الشناوي أنا بقول مثل أقوله يعني تابع الأول أن أحمد الشناوي عنده شرخ أو عشاء كده ما نضمش فيه ناس تانية تيجي تتكلم تقولك على بعض الناس مصابة فيه ناس تتكلم على رمضان صبحي ما نضمش ليه رمضان صبحي في حساباتي أكيد لكن رمضان صبحي دلوقتي موجود مع المنتخب الأولمبي وعنده بطولة وغير رمضان فيه يعني أسماء تانية مش عاوز أقول فيه أكتر من رمضان في مع المنتخب الأولمبي وأنا متابعهم يعني زي مصطفى محمد برضو ضمن الحسابات اللي موجودة إلى الآن معانا ففيه ناس كتير جدا في حساباتنا فأرجو بس أن فيه بعض الناس بتطلع تتكلم وأنا طبعا يعني بقى مندهش ومبتسم لأن ساعات بيبقى طبعا يعني مفيش عندهم معلومات كاملة لكن بقول الحمد لله احنا حنشتغل على مراحل المرحلة الأولى مهمة جدا عندنا مطش بوتسوانا الويد ان شاء الله ننتقى منه بشكل جيد ان شاء الله وبعدين بعد كده هنخش في المباراة الرسمية كينيا وبعدين بعدها جزر الكمر فان شاء الله هي مرحلة دي كلها مرتبطة مع بعض وخلال المرحلة اللي أنا بتكلم عنها أكيد حيبقى فيه تغيرات يعني ده معسكر فيه بعد كده حيبقى معسكر كينيا ممكن تبقى فيه عناصر أخرى موجودة معانا ان شاء الله أنا نقيت من وجهة نظري أفضل عناصر موجودة دلوقتي لكن لسه فيه استكمال وفيه بعض الإصابات اللي موجودة وفيه بعض اللعبين الموجودين مع المنتخب الأولمبي ففيه حسابات لسه هنخد على مراحل فبقول للناس بس يعني أرجو أنه يعني سان دونا ولأ واحد يبقى فيه صبر يعني لأن كل حاجة بنوع أن نفكر فيه قبل ما بناخد قرار اللاعب واحد يعني أنا مش عاوز أقول الواحد يفكر كتير جدا جدا في كل الحسابات يعني كابتن بوجود عبدالله سعيد نجم المنتخب ونجم مصر بالتأكيد فيه تشكيل منتخب مصر تعودنا دائما أن عبدالله سعيد بيكون ليه جمل مختلفة وبيبنى عليه جمل فيه الملعب هلها نشوف عبدالله سعيد بيعود لهذه المكانة ويكون الجمل كلها من خلال عبدالله سعيد وأيضا في حال عدم موجود عبدالله سعيد في التشكيل من وجهة نظر فنية الكابتن حسامة البدري من اللعب الأمس اللي هكون مكان عبدالله السعيد أكيد أي لعب موجود ده من القائمة الوقتي فهو مهم جدا بالنسبة لي عبدالله سعيد طبعا لعب مميز وبيبقى ليه دور محوري لأنه هو زي ما أنا بقول يعني لو بنلعب بالطريقة اللي احنا ممكن نستفيد بيها بشكل جاي جدا من عبدالله سعيد فهو ما بيلعب في مركز عشرة وفي دلوقتي عبدالله وفيه أفشة بيلعب في المكان ده وفيه ناس تانية بتقدر تلعب في المكان ده لو احتاجنا زي يعني مش عاوز أقول الأسماء دلوقتي يعني خلي الفكر موجود عندي لكن أكيد كلهم اللي هم دور إن شاء الله في الفترة اللي جاية أهم حاجة زي ما نوجهة الرسالة للعيبة أهم حاجة الرغبة أهم حاجة الدوافع تكون موجودة عشان إن شاء الله نحق حاجة للمنتخب مصر أنا سعيد جدا بعد أقول التدريب النهاردة سعيد بالروح اللي أنا شايفها سعيد بتأثير الكلام اللي تقال سعيد بالرغبة اللي موجودة عند اللعيبة وعاوز أتعكسها إن هي جاية عاوز أتقدم حاجة للمنتخب مصر إحنا في معسكر المباراة الدية لكن أنا سعيد جدا بالروح والالتزام اللي موجودة ورغبة اللعيبة هو فيه التزام وفي نفس الوقت فيه برضو التفاف يعني الالتزام مش ضروري يكون فيه توطر أو يكون فيه صعبات الالتزام إن هو يبقى فيه التفاف يبقى فيه مجموعة عندها هدف فبالتالي كلها مركزة في الهدف اللي إحنا جايين علشانه وبالزبط يمكن أنا أكدت على حتة إن إحنا موجودين في مهمة لمدة معينة كلنا بنسيب كل حاجة وراءنا لإن ده عمل وده تكليف لنا ومسؤولية كبيرة جدا فالعيبة ملتزمة وفي نفس الوقت عاوز أكد على حاجة إذا قدت بختار النواحي الفنية فأنا برضو بوجه رسالة النواحي الشخصية مهمة جدا عندي يعني أي لعب ببصله يمكن ممكن الناس تعتقد أن أنا ببصل ناحية الفنية الأول أنا ببصل ناحية الشخصية الأول انضباط شخصية انضباط واحد هكلفه بمهمة واحد هكلفه بأشياء كثيرة داخل الملعب وخارج الملعب هل هو جديد بيها حيحفظ دع الكلام دوت حيحفظ دع المجموعة فبالتالي واحد في الثاني في الثالث لو نقيت أية الأشخاص دول مع بعض يعني هي عوامل النجاح ومعايير النجاح فمهمة جدا حتة الشخصية الالتزام فالحمد لله أنا عندي لعيبة كلها يعني على مستوى المسئولية وكلهم لعيبة مميزة ولعيبة محترمة يعني الحمد لله إن شاء الله جبتنا عايزك توجه رسالة للجمهور وتطمنهم على الفترة القادمة وتحضيرات المنتخب الوطني لمبارات بتسوانا الودية وأيضا بعدين المبارات اللي هتم لعبها للتأهل لكاس لهم الأفريقية 2021 جمهور مصر طبعا جمهور عظيم وزي ما بنشوف يعني بكل التواقف وبكل النواحي الفقوية اللي احنا بنشوفها جمهور مصر عظيم وفي نفس الوقت يعني هو بيعي يعني ايه كلمة منتخب مصر ولقوف وراء منتخب مصر وشوفنا الكلام دوت في بطولة الأمم وشوفنا قبل كده فأنا متأكد طبعا جمهور مصر كله حيبقى وراء المنتخب المصري بشكل إن شاء الله خطوة خطوة بيبقى موجود معنا خطوة خطوة إن شاء الله بيشاركنا في أهدافنا خطوة خطوة بيمنحنا الثقة لأن الجمهور طبعا دائما أنا بقول الجمهور هو الوقود الوقود بالنسبة لنا في كل حاجة يعني حتى ما كنت بقى في الأندية وكنت مسؤولة على الأندية كبيرة كان الجمهور اللي موجود هو الوقود اللي بيدينا القوة وبيدينا الدوافع فجمهور مصر جمهور عظيم وهي مصر عظيمة بشعبها وبنسفة فإن شاء الله أنا وصف الجمهور إن شاء الله إن حيسندنا بشكل كبير إن شاء الله إن شاء الله كابتن حسن بشكرا جدا على اللقاء ده وبنالك التوفيق إن شاء الله لفترة القادمة شكرا 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 شكرا